هي طبعا هيئة الأفلام هي المفروض الجهة المتخصصة إن هي تساعد على تطوير صناعة الأفلام اللي هي خارج البلد يعني فيلم جاي من بره يتصور هنا فالمفروض تارد عليه التسهيلات وتارد عليه اللوكيشنيات وتارد عليه كل الحاجات اللي تدع تقدمها كهيئة أفلام وبالتالي ده بيبقى نوع من أنواع إن هي بتتروج شقين شق إن أنت النهاردة ده رئيسي إن أنت تجي تصواري أفلام أي جنسية بقد النظر إن هي تكون في نفس البلد جنسية البلد وفي نفس الوقت بيبقى فيه بوعد تاني سياحي وده برضو شيء مهم جدا إحنا في أسبوعين ممكن أن بجهزين بأي تصريح تصوير لأي شركة أجنبية في أي مكان في مصر ده بالإضافة أن إحنا عاملين نظام الشباك الواحد وانستوب شوب ليه يعني الأجنب اللي بيجي سوار في مصر دلوقتي مش مضطر إن هو يروح يستخرج تصريح من وزارة الداخلية بعد كده يروح للسياحة والأثار ولفة كبيرة جدا على التصريح إحنا بنخلص كل الموافقات والتصريح من كل الجهات المتدخلة في أي لوكيشن بيتصور فيه أستاذ عبدالسلام السؤال لحضرتك بقى أن الأردن حاليا أصبحت الحقيقة مركز للأفلام الدولية إيه المبادرات اللي اتخادتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لدعم صناعة النوع ده من الأفلام خصوصا مع أفلام خارجية؟ يعني الهيئة الملكية الأفلام منذ تأسيسها من عام 2003 عنا أهداف رئيسي لتحقيقها وهي جعل الأردن وجهة عالمية لتصوير الأفلام والمسلسلات فبالتالي عملنا عدة خطوات لذلك منها عملنا استراتيجية تسويقية للأردن في كافة الأسواق الأفلام اللي موجودة في العالم في أوروبا في أمريكا في آسيا وهذه الخطة التسويقية تبعت أيضا بجملة من القرارات التحفيزية من الدولة سواء حوافز مادية زي الكاشري بايت سيستم أو حوافز تتعلق بإعفاء من الضريبة المبيعات وإضافة إلى الذكرز وملائنا من تسهيلات التصاريح وجعل مهمة المنتج سهلة جدا من خلال One Stop Shop بالنسبة للإستراتيجات اللي هي بيستخدموها هي استخدام كل الإمكانات الممكنة الحديثة ومعدات حديثة في نشر وصناعة الأفلام السينمية الصينية ترجمة نانسي قنقر